تحت عنوان عريض مفاده زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل سيابية وصول السلع الأساسية جاء قرار الحكومة الأخير لتخفيض الرسوم الجمركية على سلع مستوردة هذه القرارات لاقت ترحيبا من قبل التجار فيما تفاوتت أراء الصناعيين حول تأثيرها على السلع المنتجة محليا بينما كان لخبراء رأي آخر للطلاع على تداعيات هذا القرار من وجهة نظر خبراء الجمارك ينضم إلينا في الستوديو الخبير الجمركي الدكتور جهاد الحجي أهلا بك دكتور جهاد التعرفية الجمركية الجديدة دخلت حيز التنفيذ قبل عشرة أيام أطراف المعادلة الذين من المفترض أن يستفيدوا من هذه التعرفة الجديدة هم المواطن، التاجر، الصناعي وأيضا الحكومة فيما يتعلق بإزالة تشوهات التعرفة الجمركية أريد أن أبدأ بالطرف الأضعف ألا وهو المواطن كيف سيستفيد المواطن من هذه القرارات خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود ضرائب على عبء ضريب لنقل وهي ضريبة المبيعات بداية مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة يعني كما تفضلت هذا القرار منذ أسبوع تقريبا بدأ تنفيذ القرار المواطن الأردني لم يلمس أثار هذا القرار إلا بعد فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر تقريبا إلا إذا اتخذت الحكومة قرارا أيضا جريء كما اتخذت هذا القرار وهذا القرار يعتبر من قرارة الجريئة والقوية التي اتخذت الحكومة القرار الجريئة المطلوب من الحكومة الآن هي متابعة الأسعار في الأسواق المحلية لأنه لا يمكن أن تترك الأسعار لكل تاجر يحدد السعر المناسب كما يرى ثانيا لا يوجد هناك إحصائيات لرصيد كل تاجر لدينا فبالتأكيد كل تاجر سينتظر حتى تنفذ البضاعة وبالتالي لن يمس المواطن أي انخفاض في هذه الأسعار إلا بعد ورود التجارة والشهرات والحاويات وتصل إلى هذه البلاد وتأخذ القيم الجديدة للتعرف الجمهورية وبالتالي أيضا سيحكمها قرارات التجار لأنه حتى لو أتت البضاعة من سيحدد أسعار الجديدة للتاجر هذا يعتمد على ثقة المواطن بالتاجر الأردن نعم ولكن في المقابل نعلم أن هناك سلع أصلا بالأساس لن تتأثر فهناك إعفاءات على بعض السلع خاصة إذا ما ذكرنا السلع الغذائية يعني هناك إعفاءات تصل إلى نسبة 90% هل ستتأثر سلة المواطن الأردن الغذائية ستتأثر؟ سيدتي كل شيء في هذا البلد سيتأثر بالنسبة للأسعار طالما نقول إن هناك قوة شرائية للمواطن فبالتالي ستتحرك التجارة بشكل إنسيابي نعم ماذا بالنسبة للتجار والصناعيين؟ نعم في هذه القرارات الواقع أنه التجار استفادوا أكثر من الصناعيين ونحكي بكل جرأة الصناعيين لهم مخاوف كثيرة منها تخفيض ما كانت تقدمه الجمارك الأردنية كدعم حماي رسم حماي للمصانع لكن الجمارك الأردنية ارتأت أن تأخذ يعني مشكورة هذا القرار على فترات طويلة يعني لم تتخذ هذا القرار فجأة بل جعلت هذا القرار لثلاث سنوات ثم لسنتين ثم لسنتين هذا القرار الذي اتخذته الجمارك ما زالت الجمارك توفر الحماية للمصانع الأردنية ولكن بنسب أقل مما كانت توفره سابقاً حيث كانت توفر 40% الآن 25% وستصل إلى 15% لاحقاً نعم بعد ثلاث سنوات المفروض بعد أكثر من ثلاث سنوات الآن ستنزل القيمة إلى 25 ثم إلى 20 ثم إلى 15 هناك خبراء يحذرون من أن هذه التعرفة الجمهورية الجديدة ستؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المصانع وبالتالي ستزداد مشكلة البطالة في الأردن ويقولون أن حل مشكلة البطالة يجب أن يكون هو الأولوية ما رأيكم؟ نعم صحيح ستؤثر على المصانع بالتأكيد لكن المصانع ليست الجماركية الوحيدة المعنية بدعمها بل في قطاعات أخرى يعني كالكهرباء والبنية التحتية وغيرها تؤثر على المصانع والأيد العاملة لكن عندما تتحرك الاقتصاد في هذا البلد بالتأكيد ما تفضلت به واقعاً أن المصانع التي خلينا نقول لا تستطيع أن تثبت صناعتها في هذا البلد سوف تزول صناعتها لماذا؟ لأنه سيكون هناك منتج بديل في السوق المحلي بديلاً للمصانع الأردنية لكن المنتج غير مصنع محلياً؟ غير مصنع محلياً نعم لذلك على المصانع الأردنية أن تفتح باب المنافسة وأن تكون بضاعتها بجود تنافس المنتج المستورة يعني يبدو أنه تحدي كبير فيما يتعلق بتعزيز التنافسية نعم هذا يفيد المواطن الأردني بأنه سيحصل على سلعة جيدة ومناسبة لاستخدامها نعم من ضمن القرارات إلغاء معادلة التصنيع بالنسبة للصناعيين هذا شيء إيجابي جداً يؤثر على القطاع وعلى بيئة الأعمال بالبداية ماذا تعني معادلة التصنيع وما خطر إلغاءها؟ نعم سيدتي معادلة التصنيع تعني أن كل مصنع لديه مدخلات إنتاج يجب أن يحصل على معادلة تثبت ما هي المواد الداخلة في الصناعة مثلاً جكيت على سبيل المثال أو بدلة تحتاج إلى ثلاثة أمتار قماش تحتاج إلى أزرة تحتاج إلى سحابات تحتاج إلى مواد كثيرة يجب على الصانع أن يعمل معادلة التصنيع بالإضافة لما يتلف لديه يضاف إلى الإنتاج وبالتالي الجمارك الأردنية تقوم بالتدقيق عليه لاحقاً بمدى أدخل المواد ومدى أخرج المواد المواد التي تكون مستخدمة لغير الغاية التي أدخلت لها هذه في حكم التهريب إذن ما خطر إلغاءها؟ هناك خطر من إلغاء المواد سيدتي أعتقد أن الجمارك الأردنية ستقوم مشكورة وهذا ما سمعته من المسؤولين في الجمارك الأردنية سيقومون بإصدار تعليمات تخص معادلات تصنيع لأن معادلات تصنيع شكل من أشكال التهريب انتركت على الغارب بل الجمارك الأردنية ساهمت في هذا الموضوع حتى يتمكن التاجر والمصنع أن يدخل البضاعة إلى المصنع ثم يقوم بإصدار معادلة تصنيع نعم تضحت الصورة الوقت يداهمني بعجالة بأقل من دقيقة ماذا بالنسبة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؟ سيدتي هناك قرارات ستصدر عن الحكومة كما فهمت وستساعد الجمارك الأردنية بالدخول إلى مستودعات المناطق العقبة الاقتصادية لكن يجب على الحكومة وهذا النداء للمرة الألف أن لا يكون هناك فرق بين الجمارك الأردنية وجمارك العقبة الاقتصادية في نسب الرسم لأن ذلك هو الذي يشكل العبء الكبير على مدرية مكافعة التهريب والجمارك الأردنية إذن يجب السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بصرف النظر عن أماكن وجودها الخبير الجماركي الدكتور جهاد الحجي سيدتي من هذا الباب نشكر الجمارك الأردنية على هذا القرار وندعو الحكومة إلى دعم الجمارك وخاصة مدرية مكافعة التهريب ونشكر زملائنا في مدرية التعامل الجماركية ومدرية الآي تي نعم شكرا لك شكرا لك الخبير الجماركي الدكتور جهاد الحجي شرفتنا بوجودك ضمن سياق قرارات الحكومة الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة والحد من مبررات التهريب جاء قرار إلغاء القوائم الاسترشادية المتعلقة بمستوردات الألبسة وهو قرار رفضه قطاع الألبسة لأنه سيحد من أثر تخفيض الرسوم الجماركية على المستوردات بحسب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي حقيقة المطالب بإبقاء القائم والقوائم الاسترشادية هي مطلب للتجار لعدم يكون في فجوة هناك ما بين التاجر والتخمين الجماركي وعدم وجود أي اجتهادات أو مزاجيات أو مصالح من وراء أن يكون هناك تخمين على البضائع بين حيث الألبسة أو غيرها لذلك نعاود نطالب أن يكون هناك قوائم استرشادية لحماية التاجر وحماية حتى الدائرة الجمارك من أي تجاوز أو اجتهادات ستكون في المستقبل